وحنعرف حضراتكم اللي بيجرى أول بول على الألف الساعة الأولى من حلقتنا النهاردة عايزين نعرف حضراتكم أن نقرر مجلس دارة النادي طبعاً عاخب اجتماعه ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مبارتي القمة بالمملكة العربية السعودية وجاء نص الخطاب كالتالي بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مبارتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية فإن النادي الأهلي ليس منوطاً بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة كرة القدم المصرية وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك مع تأكدنا على ضرورة توفير وقت كافي لاستعدادات فرقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المبارتين فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لحقاً كلام محترم جداً ودايماً الرد بيكون بشكل رسمي وبشكل احترافي يعني ده اللي بتتميز به دايماً النادي الأهلي خلينا كامل نروح لك